بالتأكيد قصة المنتخب مع كابتن حسام كانت بداية وفرصة كويسة جداً لكابتن حسام أنه يبتدي ياخد بداية مشوار يجرب مع منتخبات من مدارس مختلفة مباراة نيوزيلاندا مباراة كرواتيا بصرف النظر عن نتائج بصرف النظر على الإيجابيات والسلبيات لكن يهمني كمان أسمع ردود الأفعال على البطولة ككل استضافة الحدث والاستفادة من بطولة واحتكاك بالشكل ده من وجهة نظر الآخر والآخر هو دارين بايزلي مدرب أو مدير فني لمنتخب نيوزيلاندا اللي واجه منتخب مصر في بداية مشواره في البطولة ووظفنا النهاردة في الأهلي في رمضان من خلال فيديو كونفرنس سيكون موجود معنا اسمحولي في البداية أرحب به وأشكره على وقته ومشاركته معنا أهلاً وسهلاً بك على شاشة الأهلي ويعني هارد لك طبعاً على البطولة لكن بالتأكيد كان فيها جوانب إيجابية شكراً جزيلاً مساء الخير مرحباً بكم جميعاً أهلاً وسهلاً بيكي تسمح لي في البداية قبل ما أتكلم في الكرة وفي الثاكتك أسألك على انتباعاتك على البطولة وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة في بطولة زي بطولة كاس العصيمة بالطبع كانت بطولة رائعة أنا استمتعتك كثيراً بهذه الدورة كثير من التغييرات التي حصلت صفرنا لأكثر من بلد ولكن قمتم بعمل جيد استقبال رائع التنظيم كان مدهل بالنسبة لي الفنادق أماكن التدريب الاستادات كل شيء كان مميزاً بخصوص هذه الدورة أنا أحييكم وأشجعكم على الاستمرار في مثل هذه الدورات أكيد شيء إيجابي طب مستر دارين يعني أول مواجهة لك في البطولة كانت أمام منتخب مصر منتخب مصر اللي استضاف هذه الدورة ضمن سورياس الفيفا وسلسلة فيفا الجديدة اللي بتتلعب في الأجندة الدولية أولاً واجهتك مع منتخب مصر شفتها إزاي هكت مواجهة صعبة هل تفاجأت بي المستوى الفني لمنتخب مصري في هذا اللقاء في ظل قيادة فنية جديدة للكابتن حسام حسن وهل منتخب نيوزيلاندا معك في هذه البطولة كان بكل العناصر الأساسية أم لا كان هناك غيابات مؤثرة في تشكيلة الفريق نعم أنا أعتقد أنها كانت مباراة جيدة لديكم العديد من اللاعبين الرائعين لكن خلال المباراة أعتقد أننا أدينا بشكل رائع ولسوء الحظ قد خسرنا المباراة وقد أضعنا العديد من الفرص ولكن مصر الآن تفتقد صلاح ولكن أنا أيضا نفتقد ثلاث لعبين مهمين وعلى رسيم كريس وود من نوتينجام فورست في الدولة الإنجليزية هو التخلف عن الرحلة وبالتالي كان الأمر صعب بالنسبة لنا ولكن خسارة محمد صلاح بالطبع كانت خسارة أكبر لكم من وجهة نظرك أنت بتواجه حسام حسن ويمكن هم مدير فني لسه متولي مسؤولية المنتخب إيه هي أهم من مواطن القوة ومواطن الضعفة اللي شفتها في منتخب مصر أثناء المواجهة تقييمك لمستوى المنتخب في المواجهة دي أعتقد أنه بدأ بداية جيدة أن يفوز بمباراة ومباراة جيدة وبالنسبة لمصر هو أسطورة في كرة القدم كلعب فبالتالي هو بدأ بشكل ممهد بشكل جيد اعتمد على الهجمة المرتدة في الأول ولكن لديكم لاعبون حاملون للكرة بشكل جيد لديكم عدة لعبين جيدين في أكثر من مركز ولكن طريقة سير المباراة هي التي أدت أنه يعتمد على الضغط أكثر كما قلت كان مميزا في الهجمات المرتدة وبالنسبة لنا كان يجب علينا أن ننطل القرى بشكل أكبر لنتخلص من هذا الضغط ولا نخلق العديد من الفرص للعبين مستر دارين هل كان مفاجأة بالنسبة لك الحضور الجماهير الكبير في مباراة هذه البطولة مباراة مصر ونيوزيلاندا حتى المباراة الختمية مصر وكرواتيا يمكن فيفا أعلى من أنه كان أعلى حضور جماهيري في سلسلة فيفا يمكن كان فيه خمس أحداث رياضية في نفس التويد خلال أجندة مارس نعرف أن جماهير الكرة حول العالم نتوقع في كل مباراة أن يحضروا بشكل كبير ولكن كما تعرفون بالفعل كان لديكم حضور جماهيري مميز خصوصا في مباراة مصر وكرواتيا أعتقد أن كل المسؤولين فخرون بما رأوه في الأستاذ في أول مباراة رسمية علي أعتقد أن هذا كان أمر جيد كان مناخا جيدا لكرة القدم وللعب كرة القدم كانت دورة جيدة جدا بالنسبة لي وأنت بتحضر للمباراة لمواجهة مصر ونزيلاندا هل فيه لعيبة كنت بتعرفهم مسبقا أو كنت مركز عليهم بشكل كبير وهل أثناء المباراة فيه لعيبة تانية لفتت نظرك؟ لدينا فريق كبير من التحليل شاهدنا أكثر مباراة لمصر حوالي ست مباراة قبل الدورة خصوصا في أمم إفريقيا كان لدينا معلومات جيدة بخصوص لعبيكم خصوصا محمد صلاح وخصاراته ولكن يظل لديكم لعجون جيدون عمر مرموش على رأسهم واللعب الذي أصيب خلال المباراة أيضا كان مميزا جدا وبالإضافة إلى تريزيجي لديكم أيضا قلب دفاع قوي ولديكم خط وسط مميز اللعب خط الوسط كان يستطيع أن يلقى للكرة بشكل جيد وقد بالفعل جعل جبهة تريزيجي خطيرة أثناء المباراة طب لو رحنا لاستفادة نيوزيلندا من البطولة عموما مواجهة مصر ومواجهة تونس أبرز مكاسب منتخب نيوزيلندا من المشاركة في البطولة بالنسبة لنا أن نحظى بمبارايات رائعة لنعرف المراكز التي وأن نحسن المركز الخاص بنا في الفيفا ولأن التصنيف الخاص بنا لم يكن جيدا مؤخرا فبالتالي هاتين المباراة كانت جيدتين لنا كانت فرصة جيدة وحاولنا أكثر من مرة أن نحظى بمباراة ودية لنحسن المركزنا وكنا نظهر بشكل أميز ونتمنى أن نشارك في كاس العالم وأن يظهر شكلنا بشكل رائع كما هو الحال بالنسبة لمصر أمام مصر وتونس وكما فعلت قرواتيا لأن تصنيفنا هو الأهم بالنسبة لنا في فترة حالية بالطبع لم نستطع أن نهزم فريق كمصر أو تونس ولكن المباراة كانت صعبة وخصوصا أمام تونس كان لدينا الفرصة الأكبر ولكن لعبونا الآن حظوا بخبرات رائعة من خلال هاتين المباراتين وكنا نتمنى الفوز بهم ولكن لسوء الحظ لم نفعل مستر دارين بنشكرك شكرا جزيلا على الأزيل للمداخلة وأكيد كلام مهم جدا تعليقا على استضافة مصر لأجندة دولية في دامن سورياس فيفا سلسلة الفيفا خلال أجندة مارس مشاركة جيدة لمنتخب نيوزلندا سمعنا منه تعليقات وبالتأكيد على أداء لعبنا في هذه المطلع والحضور الجمهوري والتنظيم شكرا جزيلا للمستر دارين